كبيرة جداً 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 طيب ناخد بقى الخبر التاني ده على مستوى العالمية على مستوى المحلية عندنا في مصر كمان بعد النجاح الصحق لرعاية موسم الرياض لمباراة القمة السابقة في نهاية كأس مصر ثم كلاسيكو كأس السوبر الأفريكي أعلن أيضاً معاني المستشار توركي الشيخ حاجة تفرح بجد والله رئيس هيئة طرفية رعاية موسم الرياض رسمياً لمباراة كأس السوبر المصري للأندال أبطال اللي هتنطلق طبعاً خلال أيام بمشاركة النادي الأهلي بطل الدوري برامتز بطل الكأس سراميكا بطل كأس الرابطة والزمالك صاحب الدعوة الدهابية وطبعاً حققت رعاية موسم الرياض لمباراة السوبر الأفريكي قبل أيام في ملعب المملكة أرينا نجاحاً مبهراً في كافة الأصعدة من تنظيم ونقل تلفزيوني بخلاف طبعاً الحضور الجماهيري والاهتمام الضخم والاستوديو التحليلي الكبير حاجة تفرح جداً 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 صراحة تحية تقدير واجبة بالليه معالي مستشار توركي قال شيخ ليه ما يعني بيعملوا من مجهود كبير سواء على المستشار العالمية أو حتى النظرة للكرة العربية والمصرية بشكل حيات دي حقيقة يمكن الكرة القدم ما بقتش في العالم التسعين ديها وخلاص والملع وخلاص يعني الأجواء كمان اللي بتحصل التنظيم التصوير هاتماتش الأهل الزمالك التصوير الحاجة حاجة